وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب أن مصر تقف إلى جانب لبنان وتقدم الدعم اللازم له في ظل التصعيد الجاري بالمنطقة وخلال المؤتمر الصحفي قال وزير الخارجية اللبنانية أن مصر فتحت أبوابها للبنانيين في الميادين كفة ولن تنسى بلاده مبادرتها في تقديم يد العون للبنان فلبنان واللبنانيون لا يسعهم أن ينسوا مسارعة مصر في كثير من الأزمار والمآسية التي عصفت بهم إلى مدية للعون لهم كما لا يسعهم أن ينسوا دورها في كثير من المبادرات والحلول لأزماتهم السياسية وآخرها المجنة الخمسية لمساعدة في انتخاب رئيس لبنان والتي تشكلون أحد أركانها ومزيرتكم اليوم مع الوزير في هذا الوقع الدقيق والخطير الذي يمر به لبنان والمنطقة هو تأكيد إضافي على مقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها له فشكرا لكم على وجودكم في ميرون والشكر الأكبر لسيادة رئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بالبنان وبالحفاظ على الاستقرار فيه